أزيد من 90% هم الأطفال الذين تقلوا أعمارهم عن 15 سنة ويتنفسون هواء ملوثا إلى درجة أنه يعرض صحتهم ونموهم لخطر شديد نتابع هذا التقرير كشف تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية أن حوالي 93% من الأطفال الذين تقلوا أعمارهم عن 15 سنة يتنفسون هواء ملوثا إلى درجة أنه يعرض صحتهم ونموهم لخطر شديد تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 600 ألف طفل ماتوا عام 2016 بسبب إصابات حادة في الجهاز التنفسي السفلي ناجمة عن تنفس هواء ملوث وتستعرض المنظمة الأممية تقريرا بعنوان تلوث الهواء وصحة الطفل الذي وصف الهواء النقي كعلاج العبء ثقيل لتلوث كل من الهواء المحيط الخارجي والهواء داخل المنزل على صحة الأطفال في العالم لسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الداخل وكشف التقرير أن تعرض النساء الحوامل للهواء الملوث سيؤدي إلى الولادة المبكرة وأنه سيزد احتمال إنجاب أطفال منخفضية الوزن عند الولادة كما يؤثر تلوث الهواء على النمو والعصبي والقدرة المعرفية إذ يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالربو وسرطان الرئة وقد يكون الأطفال الذين تعرضوا لمستويات عالية من تلوث الهواء أكثر عرضة للأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية مستقبلا ومن بين الأسباب التي تجعل الأطفال عرضة لآثار تلوث الهواء بحسب المنظمة تنفسهم بسرعة أكبر من الأشخاص البالغين وبالتالي فإنهم يمتصون كميات أكبر من الملوثات كما يتعرض أكثر من 40% من سكان العالم بما في ذلك مليار طفل دون سنة الخامسة عشر لمستويات عالية من الهواء الملوث داخل المنزل والناجم عن الطبخ باستخدام الوقود والتكنولوجيات الملوثة بشكل أساسي ويشكل تلوث الهواء أحد التهديدات الرئيسية لصحة الطفل حيث يتسبب في وفاة حالة من كل عشر حالات بين الأطفال الذين تقل عمارهم عن خمس سنوات موسيقى